أقض رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعي ممشى أهل مصر وتطوير محور السادس والعشرين من يوليو وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها الدولة تستهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها مشروع ممشى أهل مصر الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة للمصريين وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وتوفير مناطق جذب سياحي في المدن المصرية وتجميل الواجهة النيلية كما شهد الاجتماع استعراض مشروع تطوير محور السادس والعشرين من يوليو في إطار ما تقوم به الدولة من جهود كبيرة للتغلب على مشكلة الكثافات المرورية في مختلف مناطق الجمهورية لأسيما في مدينة القاهرة من خلال تطوير مختلف الطرق والمحاور ومنها محور السادس والعشرين من يوليو الذي يربط بين القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر كما يربط بين الطرق الإقليمية مثل القاهرة الإسكندرية